اشتركوا في القناة ارجعنا هسه بيجي بيقول لي ايش ارجعنا الله هنا عن شيطانه نيوتن لو انه اكلها التفاحة اللي وقعت على راسه وريحها الدنيا كلها من البلد طلعه كان احنا هسه مرتاحين ولا بنعرف عن ايش بالفيزياء حتى انا كمان كان مرتاح زي زيكم بس كان ما بتلاقونا هون بتلاقونا في مكان ثاني يعني مش هتلاقونا اكيد استاذ هتلاقيني الله اعلم ما بنعرف ايش ففي اسباب يا جماعة ومسببات لكل شيء ربنا لما خلق هذا الكون ما خلقوا عبث وما خلقوا من فراغ وما خلقوا للتسلية ولا للعب خلقوا لانه اله حكمة في كل شيء وكل اتأكد انه كل اشي بده يطلع وبده يسير وبده الناس تعرفوا لازم ربنا يسخر انسان او يحط هذا الاشي في انسان معين او في شيء معين حتى انه يطلع ويحكي للناس كليتها او انه الناس كليتها تعرفوا فما في اشي ربنا خلقوا هيك عبث او هباء منثورة لازم يكون ربنا له حكمة في وجود كل شيء فاحنا لازم نتعرف على هذا الاشي ونحبه ونحكي له يا حبيبي وحتى لو انك انت بتكرهه من جوه وبعرفك انك بتكرهه ولو ظلت نقولك لبعد بكرة حبه 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 تعرفوا انه كمان لما نجي ان نحسب القوة المحصلة الاستاذ اعطانا والمعلمة في المدرسة اعطتنا انه اذا كان عندي انا صندوق وسحبته بقوتين القوة الاولى مثلا تساوي خمسة والقوة الثانية تساوي اربعة كنا نسمع ايش اسمه محصلة اللي هي الناتج النهائي لمجموعة من القوة الناتج النهائي لمجموعة من مين من القوة يعني اروح اطلع اقول له قاف واحد زائد قاف اثنين ويكون عندي الناتج ايش خمسة زائد اربعة خمسة زائد اربعة طب قديش خمسة زائد اربعة يا استاذ يساوي تسعة حلو ممتاز طب القوة يا استاذ ما هي كمية متجهة كمية ايش متجهة اه يعني لازم نحدد الاتجاه استاذ طب استاذ رجعنا شوي على الكميات المتجهة نسيتهم والله اخذناهم باول ثانوي واش رحونا يوم على المنصة وما فهمتش حاضر هلأ في عنا اش اسمه كمية قياسية وفي عنا اش اسمه كمية متجهة الكمية القياسية تحتاج الى مقدار فقط بسأل قديش الساعة يقول لي والله الساعة اربعة طب بنفع نحكي اربعة شمالا او اربعة جنوبا لا مش مقبولة اه حلو طب اليوم درج الحرارة والله اليوم درج الحرارة خمستاش بنفع نحكي خمستاش شمالا لا خمستاش جنوبا لا او عدت يحكي لي طب هم بيحكوا في العقبة وعمعان وجراش ولا هذاك الموقع موقعها هي في احنا المنطقة اللي سكنين فيها موقعها بجراش وعجلون وهذه المناطق لا اما لما اقول مثلا والله كتلة الجسم كتلته خمستاشر كيلو جرام طب بنفع نحكي شمال او جنوب لا فاذا فيه كميات لا تحتاج الى اتجاه وفيه كميات تحتاج الى اتجاه الذي يحتاج الى اتجاه بسموه كمية متجهة زي القوة لما اجي احكي والله ادفع لي هذا الصندوق او حركلي هذا الصندوق حتسألني لوين هاي اول what you want to tell me لوين اه يا مين يسار فوق تحت اذا هذا اسمك كمية متجهة فالقاعدة الاولى بتقول اذا كانت القوتان في نفس الاتجاه يعني القوة الاولى بهذا الاتجاه والقوة الثانية بهذا الاتجاه اذا المحصلة جمع القوة الاولى زاد القوة الثانية طيب إذا كانت القوتين في عكس الاتجاه يعني واحدة فوق وواحدة تحت المحصل الطرح والاتجاه مع الأكبر الاتجاه مع الأكبر يعني لو هاي مثلا عشرة وهاي خمسطاش عشرة ناقص خمسطاش ولا خمسطاش ناقص عشرة يا أستاذ لا خمسطاش ناقص عشرة والاتجاه مع الأكبر الاتجاه مع مين مع الأكبر طيب إذا كانت القوتين بينهما زاوية يعني فيه زاوية والزاوية قائمة زي هيك تذكروا في الرياضيات فيه إيش اسمه في ثغورس تذكروا صح المثلث قائم الزاوية هاي ألف با جيم والله الأستاذ قززنا فيها اللي هو الوتر تربيع يساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع آه منذكرها أستاذ هاي هي نفسها في ثغورس بقوله قاف محصلة قاف محصلة إيش تساوي ركز معاي قاف محصلة تساوي تحت الجذر طلع بس خلينا أعدل لك إياه هون قاف محصلة تساوي تحت الجذر تحت الجذر هون هيك اللي هي قاف واحد تربيع زائد قاف اثنين تربيع القوة المحصلة تساوي قاف واحد تربيع زائد قاف اثنين تربيع يعني لو هاي القوة الثانية مثلاً ثلاثة وهاي أربعة كماذا القوة المحصلة يا أستاذ ثلاثة تربيع زائد أربعة تربيع قديش آه تحت الجذر تسعة زائد ستة عشر قديش الجذر الخمسة وعشرين ويساوي خمسة طب وين الاتجاه يا أستاذ أستاذ دائما طلع إذا أجل قوتين مع بعض الاتجاه مبين مع واحدة منهم إذا أجل قوتين عكس بعض الاتجاه مع الأكبر طب لما يجي بناتهم زاوية قائمة وين الاتجاه الاتجاه دائما بيكون بين القوتين يعني القوة الأولى هون والقوة الثانية هون فالمحصلة بتيجي هون بناتهم وهاي اللي بناتهم تصنع زاوية طب كده طلع هاي الزاوية أستاذ أخذتوا بالرياضيات في الصف العاشر إيش اسمه ظل الزاوية ظل الزاوية يساوي الصادع على السيني الصادات على مين؟ على السينات طب مين اللي أجد عمحور الصادات الأربعة مين اللي أجد عمحور الصينات الثلاث آه يعني أقول له أربعة ثلاثة أستاذ آه نقول له الزاوية اللي ظلها أربعة ثلاثة الزاوية اللي ظلها أربعة على مين على ثلاثة واضح؟ واضح طيب لو كان فيه إش مائل يا أستاذ آه فيه إش اسمه تحليل المتجهات لا رجعنا للأول ثانوي لا هسا يك رح تحكيلي أنا متأكد لا رجعنا للأول ثانوي طيب أستاذ ما مفهمتوش حاضر من هاي قبل هاي هس رح فهمك يا بهدوء طيب هس إحنا شو بنحكي إنه إذا فيه إش مائل لازم يحلل دائما أي إش مائل لازم يحلل يعني مثلا هون هاي المتجهة وهي الزاوية طلع أستاذ شايف خط الزاوية هاد وين جاء عاي محور على السينات وين ما بيجي خط الزاوية المحور اللي جاء عليه بيأخذ جتا والثاني بيأخذ جيب ركز معاي وين ما بيجي خط الزاوية اللي بيجي عليه شو بيأخذ جتا والثاني شو بيأخذ جيب ماشي يعني هون مثلا نفرض أنها يقاف مية والزاوية هون ثلاثين شو بتحكيلي هون مية جتا الثلاثين وهون مية جيب الثلاثين هاي معنى كلمة تحليل إنه قديش قيمة هذا المتجاة على محور السينات وقديش قيمته أيضا على محور مين الصادات وراح يكون عندك جزء على السينات وجزء على مين على الصادات فإذا بدك تعرف قديش على السينات بتحلل وعا الصادات أيضا كمان شو بتساوي بتحلل خليل نشوف نتعمق أكثر شوية شوف هون طلع هون هاي هذا المتجاة هاي زاويته أنا معطيك هون الزاوية وهذا سميته قاف طلع شو حكيت لك هون حكيت هون قاف هون حكيت قاف جيب الزاوية طب شو حكيت هون قاف جت الزاوية آه جد برافو إذن واحد جتة والثاني شو جيب طيب ممتاز نكمل نيجي هون طلع هاي خط الزاوية جاي هون آه يعني اللي رايح هون بأخذ جتة والثاني رح يأخذ جيب قلت لك وين ما بيجي خط الزاوية بيأخذ جتة والثاني شو رح يأخذ جيب برافو ممتاز إذن هون قاف جتة وهون قاف إيش رح يكون جيب واحد جتة وواحد جيب ممتاز طيب الآن بعد التحليل عرفت كيف أحلل يا أستاذ خلص تذكرته ممتاز بديش جميلتك حاضر واحد جتها والثاني جيب خلص هلأ دائما بعد ما نحلل لما أنا بدي أحسب القوة المحصلة في أربع خطوات هذول إيش بنسميهم خطوات ما بعد التحليل شو ما هاي الخطوات يا أستاذ أول إشي واحد محصلة محور السينات يعني منيجع محور السينات بنشوف كم قوة عليه اللي مع بعض بجمعهم واللي عكس بعض شو بسوي فيهم بطرحهم اللي مع بعض بجمعهم واللي عكس بعض بطرحهم بعدين باخذ محصلة الصادات نفس الإشي محور الصادات لحال بعدين باخذ الاتجاع في ثغارس يعني في ثغارس بعدين الاتجاع على إيش على ظل الزاوي إذن أربع خطوات هاي بتكون ثابتة بعد التحليل أربع خطوات بعد التحليل خلينا نشوف ركز معي نيجع على هذا المثال شوف هذا المثال طلع هون بهذا المثال يا أستاذ أنا معطيك هون قوة أولى هاي اللي باللونها الأزرق وقيمتها 20 نيوتن وزاويتها 30 درجة هس بدي أحللها شو بدي أقول هون عندي 20 جتا 30 وهون 20 جيب 30 حلو ممتاز يعني بناخد قسم قسم هس أخدت القسم الأول انسى خلصنا منه طيب نيجع على القسم الثاني هذا اللي هون شو القسم الثاني هاي الزاوية هاي 45 خلنا نلونها بالأحمر وهاي القوة قيمتها 10 نيوتن اه يعني هون هون يا أستاذ هاي يجي عندك 10 جتا الـ 45 وهون 10 جيب الـ 45 طيب ممتاز كويس وينما بيجي خط الزاوية بيأخذ جتا والثاني جيب طيب لون لون ثاني هاي الأصفر هاي الزاوية 60 درجة هايها والقوة تساوي 30 نيوتن وينجا خط الزاوية هون على محور الصينات اه يعني هون 30 جتا الـ 60 وهون 30 جيب الـ 60 حلو ممتاز هيك انت حللت يا أستاذ اه هيا بس هاي جتا جيب جتا جيب هون جتا وهون ايش جيب طيب ايش ما بعد التحليل يا أستاذ عنا محصلة محور الصينات محصلة محور الصادات لازم اطلع هاي لحال ولازم اطلع هاي لحال وبعدين على ايش على فيثة غورس اوكي طيب يلا شوف هسا ايش محصلة محور الصينات يلا نطبق الآن خطوات ما بعد التحليل يزين ما حكيناهم الأربعة بعد ما أنا حللت يا أستاذ وعرفت كيف التحليل الآن بتطبق الخطوات الأربعة اللي هي محصلة محور الصينات محصلة محور الصادات وفيه ثغارس وظل الزاوية بدأ أقول له ها سقاف محصلة على محور الصينات تساوي عندي هاي ناقص هاي طيب أستاذ ليش ما أخذت هذول مهم هذول ثنتين ليش ما أخذت هذول ناقص هاي عادي أستاذ ما في مشكلة طيب شعرفك أن هذول هما أكبر من هاي ما بقدر أتحزر طيب ليش يا أستاذ أنت خذ اليمين ناقص اليسار إذا طلع معك الجواب موجب خلص أوكي إذا نحلي صح أو إنه يعني جوابي منطقي إذا طلع الجواب بالسالب معناها إنه اليسار أكبر من اليمين وبحكي له معنى السالب نحو اليسار أما مش إنه ما بيسير وإنه السالب هو محرم شرعا أو محرم دوليا لا عادي أستاذ ما في مشكلة فأخذ دائما من اليمين ناقص اليسار عشرين جتا الثلاثين ناقص افتح قوس سأل ليش فتحت قوس لأنه هون عندي ثنتين ولازم يتوزع عليهم لازم الجمع أو الإشارة السالبة تتوزع عليهم فبدو يصير عندي هون اللي هي عشرة جي بالخمسة واربعين زائد ثلاثين جتا الستين طيب شو بديو يصير عندك هالسة هون عشرين ضرب هاي بعطينيها بالامتحان اللي هي ستة وثمانين بالمية ناقص عشرة ضرب سبعة بالعشرة زائد ثلاثين ضرب جتا ستين اللي هي نص اه فبدو يصير عندي الأساتة الأولوية بين أقواس حاضر عشرة ضرب سبعة بالعشرة سبعة زائد خمستاش ناقص اضرب عشرين ضرب ستة وثمانين بالمية اثنين ضرب ثمانية اثنين ضرب ستة اتناعش اثنين ضرب ثمانية ستة عشر وواحد سبعتاش ورجع الفاصلة فبدو يصير عندي سبعتاش فاصل اثنين ناقص اثنين وعشرين حطهم تحت بعض اللي هي اثنين وعشرين فاصل صفر ناقص سبعتاش فاصل اثنين بصير عندك هاي عشرة وهاي واحد وعشرين ثمانية واحد وعشرين ناقص سبعة اللي هي اربعة اثن سالب اربعة فاصل ثمانية شو معنى السالب يا أستاذ نحو السين السالب عادي ما في مشكلة لو طلع معاك الجواب سالب عادي إذا نحو السيني السالب طيب نشوف هسا قاف محصلة على محور الصادات قاف محصلة على محور الصادات طيب شو عندك يا أستاذ شو رأيكم بسخن نمسح حايب الأول بس ناس عارفة سرح يروح هذا وكلية طيب شوف هسا القوة المحصلة تنبع الرسمة قول ما حصل عندك هون واحدة ثنتين وهي ثلاثة يعني ثنتين لفوق واحدة لتحت صح ثنتين فوق واحدة تحت فبدك تأخذ مجموع اللي فوق ناقص مجموع مين اللي تحت قداش اللي فوق يا أستاذ اللي فوق اللي هي اللي فوق اللي هي عشرين جيب الثلاثين عشرين جيب الثلاثين زائد عشرة جتل خمسة واربعين ناقص اللي تحت اللي هي ثلاثين جيب الستين طيب بعدين يا أستاذ جاء بالثلاثين نص نص العشرين عشرة نص العشرين قداش يا أستاذ عشرة حلو نكمل هسه هون نص العشرين عشرة زائد عشرة ضرب سبعة بالعشرة حكيت لك بعطك ايام جتل خمسة واربعين سبعة بالعشرة ناقص ثلاثين ضرب ستة وثمانين بالمية ثلاثين ضرب ستة وثمانين بالمية ثلاثة ضرب ستة طمانطاش 24 و 25 إذن 25.8 عشرة زائد طبعا هاي سبعة بالعشرة ضرب عشرة بدي يصفي عندك سبعة شو بدي يصفي عندي هون سبعة يعني هاي خلنشطبها هاي هيك سبعة أوكي عشرة زائد سبعة سبعتاش ناقص 25.8 اللي هو بطلع الجواب أتوقع كأنه 7.7 بطلع الجواب سبعة فاصل سبعة وشرطه سالب طيب بعدين يا أستاذ بعدين أنت أخذ قاف محصنة عم في ثغورس اللي هي تحت الجذر اللي هي أربعة فاصل تمانية تربيع في الثالب وزائد اللي هي سبعة فاصل سبعة وتربيع أوكي أنه 25.8 ناقص اللي هي 17 بدي يصير عندك هون 8 و 25 ناقص 17 8 8.8 مش 7.7 8.8 مش مشكلة الأرقام نحن المهم أنه تفهم الفكرة حسا هيك زي هيك هذا السؤال ما بطلع جوابه النهائي لأنه ما رح أكون معك أقلي حاسبة طب لو كان امتحان دواري أستاذ بجبونا أرقام أسهل شوي وأصغر شوي بضل عنا الاتجاه اللي هو عظل الزاوية فيه تتساوي الظل والسالب واحد الصاد على السين زي ما حكينا الصادات على السينات اللي هي 8.8 على السينات اللي هي 4.8 أكي هيك إحنا بنكون حللنا هلا هذا بركزوا عليه أستاذ كثير الموضوع في الامتحانات الوزارية وبالتوجيه لا بس إحنا لازم نكون عندنا خلفية عنه ونأخذ فكرة عنه ونكون أمورنا تمام فإذا هيك إحنا عرفنا كيف نحلل كيف نطلع محصلة محور السينات كيف نطلع محصلة محور صادات إلى آخرين نروح الآن على الجزء الثاني من تأسيس مادة الفيزياء شو بهمني يا وساد أنا كمان أعرف بهمني تعرف لي قوانين نيوتن نيوتن حط ثلاث قوانين يا جماعة اللي أكل راسنا فيها مظل اللي خلى راسنا القدة فيهم عشان التفاحة هاي الصغيرة هذا كيف لو وقع صخرة على راسه كان طلع لنا قوانين المريخ كليتها فأحمدوا ربكم عشان قانون نيوتن بهمنا قانون نيوتن الثاني الأول إحنا بنعرفه اللي هو الجسم الساكن يبقى ساكن هو الجسم المتحرك يبقى متحرك بسرعة ثابتة وخط مستقيم إلا إذا أثرت فيه قوة محصلة صح؟ صح طيب قانون نيوتن الثاني إيش بحكيلي إذا أثرت قوة محصلة على جسم يكتسب تسارع إذا أثرت قوة محصلة على جسم تكسبه تسارعا هذا التسارع إجيت أنا بدي أدفش سيارة لحالي ما رح أقدر لو أجي اثنين معاي بيتفشوها بحركوها ليش؟ لأنه إحنا قوتنا أكبر فبدي يصير في عندي تسارع شماله أكبر فكل ما زادت القوة بدي يزيد التسارع إذا إذا أثرت قوة محصلة على جسم رح يكتسب تسارع هذا التسارع يتناسب طرديا مع مين؟ مع القوة بس بشرط عنده ثبات إيش؟ ثبات الكتلة والقانون بيصير عندي قاف تساوي كاف ضرب تا القوة تساوي الكتلة ضرب التسارع قاف تساوي كاف تا حلو ممتاز طيب في عنا كمان يا أستاذ لازم نعرف إيش اسمه معادلات الحركة معادلات إيش؟ الحركة شو هي معادلات الحركة يا أستاذ اللي هي عين اثنين تساوي عين واحد زائد تا في زين عين اثنين السرعة النهائية عين واحد السرعة الابتدائية تا التسارع وزين الزمن هذول المعادلات اللي بنزموني عن اثنين تربيع تساوي عن واحد تربيع زائد اثنين تا فا أو بسموها دل تسين هاي إزاحة بسموها إيش إزاحة أو دل تسين فا تساوي عن واحد في زين زائد نص تا زين تربيع فا تساوي عن واحد في زين زائد نص تا زين تربيع هذا اللي انت بنزمك تعرفه من معادلات من الحرب بيجينا يا أستاذ عليهم أسئلة بالامتحان بيجينا بس مش كثير لا تخافوا طيب في عندنا أستاذ اللي هو الطاقة الحركية الطاقة الحركية شو يمعنى الطاقة الحركية يا أستاذ اللي هي الطاقة التي يملكها الجسم المتحرك هي الطاقة التي يمتلكها الجسم المتحرك أي جسم بتحرك بيكون بيمتلك طاقة اسمها طاقة حركية وقانونها نص كاف عن تربيع نص كاف عن تربيع نص ضرب الكتلة ضرب مربع السرعة الطاقة التي يمتلكها الجسم المتحرك يعني كل إشي بمشي بتحرك إلى كتلة فيبدو يكون معها طاقة في عنا طاقة الوضع أستاذ طاقة الوضع اللي هي الطاقة التي يملكها الجسم المرتفع عند مستوى معين هسا طاقة الوضع يا جماعة في إلها أكثر من احتمال في طاقة الوضع بالميكانيك في طاقة الوضع بالكهرباء في طاقة الوضع بالأجسام المرنة فإحنا خلينا نحكي بشكل عام أي جسم يعود إلى مكانه الأصلي بعد زوال القوة يكون مخزن طاقة اسمها طاقة الوضع أي جسم يخزن طاقة يمتلك اسمها طاقة الوضع بعد ما يرجع الوضع الطبيعي يعني صخرة رفعها ودبها على الأرض بترجع الوضع الطبيعي مطاطة شدها وفلتها بترجع الوضع الطبيعي فهذا اسمه مخزن طاقة اسمها طاقة ايش؟ طاقة الوضع طيب في الجاذبية قانون طاقة الوضع كاف جيم فا الكتلة في الجاذبية في الارتفاع كاف ضرب جيم ضرب فا هذا قانون طاقة مين؟ طاقة الوضع الكتلة في الجاذبية في مين؟ في الارتفاع الآن في عنا إشي برضو كمان اسمه يا أستاذ الطاقة الميكانيكية خلينا نحكي عنه خلينا أمسح بس هذا برضو بهمني أعرف إنه إشي اسمه الطاقة الميكانيكية الطاقة الميكانيكية يا أستاذ الطاقة الميكانيكية شو هي الطاقة الميكانيكية جماعة؟ الطاقة الميكانيكية اللي هي مجموع الطاقة الحركية وطاقة الوضع مجموعة طاقة الحركية زائد طاقة الوضع يعني لو أنا جيت جماعة طاقة حركية زائد طاقة الوضع يعطيني هذا اسمه طاقة ميكانيكية هذا اسمه طاقة ميكانيكية رح نحكي عنها بالتفصيل بإذن الله تعالى في عندنا أيضاً كمان موضوع الشغل والطاقة الشغل والطاقة شو معنى شغل يا جماعة الآن لو أنا كان عندي صندوق هون عند النقطة ألف وبدي أحرك هذا الصندوق أو أسحبه لعند النقطة با شو بلزمني؟ بلزمني قوة صح؟ صح طب قوة وأنا رح أدفع على مسافة معينة فا هسا قوة مع مسافة بعطينا إيش اسمه شغل؟ بعطينا إيش اسمه إيش؟ شغل وبالتالي الشغل يساوي قاف ضرب فا ضرب جتة الزاوية هذا يا جماعة القانون كتير مهم قانون الشغل يساوي قاف ضرب فا ضرب جتة مين؟ جتة الزاوية هذا القانون كتير مهم قانون مين؟ الشغل طيب الآن عندما يتحرك جسم بسرعة ثابتة إيش يعني جسم يتحرك بسرعة ثابتة؟ آه بتذكر أستاذ هاي ذكرها هاي أنا ذكرها يعني التسارع يساوي صفر يعني القوة المحصلة تساوي صفر أي جسم يتحرك بسرعة ثابتة القوة المحصلة تساوي صفر التسارع يساوي صفر تمام؟ هاي معنى قوة محصلة تساوي صفر طيب كمان لازم نعرف إنه أستاذ دائما الشغل لازم تحول على شكل طاقة يعني فيه علاقة بين الشغل وبين الطاقة لأنه الشغل إيش تعريفه؟ الشغل هو الطاقة اللازمة لإنجاز عمل ما هو الطاقة اللازمة لإنجاز عمل ما طيب شو تعريف الطاقة؟ الطاقة هي الشغل الطاقة هي الشغل اللازم لإنجاز عملي ما فلاحظ أنا شو بحكي الشغل هو الطاقة الطاقة هي الشغل آه حلو يعني فيه ترابط بناتهم آه لازم دائماً أن الشغل يتحول على شكل طاقة والطاقة تتحول على شكل شغل طيب كيف وليش رح نعرف إن شاء الله بالتفصيل ضل علينا هسا كيف أنه نحصل على شحنات يعني كيف أنا بدي أشحن جسم لما أنا بدي أشحن جسم يا جماعة في عندي ثلاث طرق للحصول على الشحنات شو طرق الحصول على الشحنات عندنا أول إشي الطريقة الأولى اللي هي بالدلك شو يعني بالدلك أستاذ الدلك يا أستاذ يعني زي ما أنا لما أجيب قطعة صوف وقطعة بلاستيك قطعة صوف وقطعة إيش بلاستيك هسا أجيب الصوف وود لكم على البلاستيك جميع المواد جميع المواد بتكون في الوضع الطبيعي متعادلة إيش يعني متعادلة؟ يعني الموجب يساوي السالب الموجب يساوي السالب أوكي؟ لما نيجي ندلكم مع بعض الصوف بخسر الإلكترونات اللي معه وبحولهم لمين؟ للي بلاستيك فبصير هذا موجب وبصير هذا إش ماله؟ سالب إذن واحد بصير موجب واحد شو بصير؟ بصير أيضا إيش؟ سالب إذن في عندنا الطريقة الأولى الدلك الطريقة الثانية اللي هي التوصيل شو هي التوصيل يا أستاذ؟ إنه أنا لما أجيب كرة وكمان كرة هاي مثلا شحنتها موجبة موجب عشر وهاي متعادلة لما أجي ألزقهم ببعض تنتقل الشحنات من الجسم الأعلى شحنة للجسم الأقل شحنة فبتصير مثلا هاي خمسة وهاي خمسة أوكي؟ يعني بصير إعادة توزيع خلينا نحكي للشحنات فإذا كانت الأجسام متساوية فهذا بأخذ خمسة وهذا بأخذ أيضا كمان خمسة أو حسب بس إحنا مش مطلوب منه نعرف إنه قداش كل واحد إذا كانت الأحجام مش متساوية وآخر طريقة اللي هي بالشحن اللي هي بسموها الحث أو التأثير الحث أو التأثير عن بعد فلنمسح هذا الحث أو التأثير يعني عن بعد يا جماعة شو يعني عن بعد؟ يعني بدون تلامس بدون تلامس فإحنا لو جبنا لو جبنا كرة ومتعادلة يعني فيها شحنات موجبة وفيها شحنات سالبة ووصلت هون مع مؤثر مش حمش شحنة سالبة بدي أقرب هيك منها تقريب بس يل عندي سالب مع سالب الآن تنافر صح؟ والموجب بصير تجادل لا لو أنا جيت وصلت هاي بالأرض بصير في عندي تفريغ فبتنزل الشحنات السالبة على الأرض وبيتبقى الموجب فإنت هيك شحنت الطابق أو الكرة بشحنة شمالها بشحنة موجبة فهي كانت غير مشحونة وانت سويتها غير مشحونة عن طريق هي كانت غير مشحونة وانت سويتها مشحونة أيوة عشان نركز بطريقة اسمها طريقة الحث أو التأثير اللي هي عن بعض طيب طريقة الثالثة أو في عندي خلاص أنواع المواد حسب التوصيل المواد الموصلة اللي هي تسمح بمرور الشحنات من خلالها وفي عندي المواد العازلة اللي هي لا تسمح بمرور الشحنات من خلالها يعني زي المواد اللافل الزية خشب مطاط يصير فيه إعاقة لحركة الإلكترونات أو لحركة الشحنات وأشباه الموصلات أشباه الموصلات اللي هي بتكون موصلة لكن تحت ظروف معينة يعني ممكن توصل ممكن ما توصل لكن إذا العبنا في خصائصها تؤدي إلى عملية التوصيل هذا ما يهمنا في مادتنا من حيث عمليات التأسيس هيك يا أستاذ خلاص أنا أموري تمام هيك أنت أمورك إن شاء الله تمام كل إشي بنحتاجه يا جماعة رح نرجع نعيده مرة ثانية بس أتوقع فيه شغلة ضلت قبل ما أنسى فيه ضلت شغلة أنا كأنني سهيت عنها اللي هو هذا الاتزام أيوة خلينا عشان أنا أرجع له اللي هو الاتزام ضل مفهوم الاتزام إيش معنى جسم متزن الآن يكون الجسم متزن هاي كلمة معنى كلمة اتزان الاتزان يكون الجسم متزن إذا كانت قاف محصلة تساوي صفر يعني الجسم بكون متزن إذا كانت القوة المحصلة عليه تساوي صفر لازم يحكي لي إنه متزن فأنا بحكي له قاف محصلة تساوي صفر تمام يعني زي لما يجي يحكي لي مثلا الثلج بقول له أبيض النفط بقول له أسود بقول لي متزن بقول له قاف محصلة تساوي صفر هاي معنى كلمة جسم شماله متزن فأنت لما يجي يحكي لك عن الاتزان شو معنى الاتزان قاف محصلة تساوي إيش صفر طيب الآن معناها أنا لازم أروح أش أسوي أستاذ أحلل القوة زي ما أنا معلمتك جتا جيب محور صادات محور صينات إلى آخرين فمثلا مثلا أعطاني زي هون طلع في عنده خطوات أنا كتب لك إياه هون ما بعد التحليل اللي هم كتبناهم هون هلأ كيف أنا أبلش بسؤالي للاتزان يا أستاذ كيف أسوي أبلش فيه أول إشي كل جسم إلو كتلة يا جماعة إلو وزن كل جسم إلو كتلة رح يكون إلو وزن أوكي والوزن دائماً بيكون نحو الأسفل الوزن دائماً بيكون نحو وين نحو الأسفل بهاي الصورة طيب كل جسم مربوط بخيط فيه عليه قوة اسمها قوة شد آه بتذكرها كان الأستاذ يعطينا إياها بالصف والمعلمة عطتنا إياها بالمنصة أي جسم يتحرك في مسار الدائرة هيتركوها شوي مش مهمة أوكي طلع كيف تفكر فيه أستاذ طلع نمسح هاي الخربطة كلها هسا شو بسوي طلع أول إشي بروح بحدد القوة أول إشي بروح بحدد القوة بقول هون في وزن وهون في عنده قوة شد وهون في عنده قوة سحب هاي قاف أنا عم بسحب فيها الخطوة الثانية المائل يحلل المائل يحلل يعني أي إشي مائل إذا كتحلل إلا جتها وجيب هيا هس هاي قوة الشدية المائلة والزاوية هاي ستين درجة آه بديجي عندي هون أستاذ زي ما حكيت لنا قبل شوي قاف شد جت الزاوية وهون قاف شد جيب الزاوية طيب ممتاز بعدين بنأخذ قاف محصلة عمحور السينات وبساوي بالصفر يعني قاف ناقص قاف شد جيب الزاوية اللي جيب الزاوية يساوي صفر أجيب هاي هون أستاذ آه عادي قاف تساوي قاف شد جيب الستين هاي معادلة طيب نجيب المعادلة الثانية اللي عمحور الصادات قاف محصلة عمحور الصادات ساوي صفر يعني قاف شد هاي بس نرفعها شوي لفوق قاف شد جت الزاوية بدها تساوي مين هون قاف خلنكتبه هون قاف شد جت الزاوية اللي جت الستين ناقص الوزن يساوي صفر جيب لي هاي هون يكون عندي قاف شد جت الزاوية يساوي الوزن طيب قديش وزن الكرة يا أستاذ أنا معطيك كتلتها أربعة في رقم أربعة هون بس انطمص انطمصت المعالم تبعته فبسر عندي هون أربعين طيب ليش صارت أربعين يا أستاذ أربعة ضرب الجاذبية اللي هي ايش عشرة فقاف شد ضرب نص اللي هي جت الستين يساوي أربعين ضرب اثنين ضرب اثنين إذن قاف شد تساوي ثمانين حلو ارجع وضع الثمانين هون بسر عندك ثمانين ضرب ستة وثمانين بالمية ثمانين ضرب ستة وثمانين بالمية شو بسر عند الجواب ثمانية بستة ثمانية وأربعين ثمانية بثمانية أربعة وستين ثمانية وستين وهي فاصلة هيك أنا بكون طلعت قيمة قوة الشد وقيمة قوة السحب اللي هي إيش قاف هاي فهذا اللي هو بهمك أنت تعرف يا أستاذ بالنسبة لمادتنا في التأسيس يعني إيش أنا بس هيك يا أستاذ خلاص صارت أموري تمام إن شاء الله بس تعيدهم مرة ثانية وثالثة وجهز أمورك وتبلش حتكون الأمور أحسن وأحسن وأفضل في ختام التأسيس بدي أنصحك نصيحة لوجه الله تعالى مادة الفيزيو واحدة من المواد اللي هي أنا لا أنكر إنها هي مادة خل نحكي غير محبة عند الطلاب لكن إذا أنا حبيتها من جوه وعطيتها أهمية وعطيتها اهتمام رح أشعر إنه أنا كثير بحب هاي المادة مادة الفيزيو زي ما بيقولوها بالعامية زي الدهان زي الدهان اللي على الحط هلا إذا أنت لو بدك ترحتي دهان دار أول مرة حتعطيك إضاءة يعني ضعيفة دهان بيصير مشح نحن بنسميه لكن إذا دهنت أكثر من مرة حتعطيك إضاءة كويسة فالفيزة زي الدهان كل ما أعطيتها أكثر من وجه تصير أحسن كل ما ركزت عليها أكثر كل ما حلت أكثر كل ما تابعت أكثر كل ما عدتها أكثر من مرة يكون أمورنا ممتازة وإن شاء الله بنوصل إلى برى الأمان عيدها أكثر من مرة ما بكفيها تختمها مرة أو مرتين لازم أختمها أكثر من مرة حتى أني أنا أكون إما اللي إيدي منها يا جماعة هلأ كيف بنفكر كيف طرق الأسئلة كيف نحل كيف أتعلم اتركني يا أستاذ أحل لحالي أترجاك لا تخدعني ما بديك تخدعني ما بديك أنت تحل كل إشي خليني أنا أصير أعرف أحل لحالي لأن أنا بكرة في الامتحان رح أقعد لحالي أنت مش جنبي أبوي مش جنبي ما حد رح ينقلني شو أسوي و شو أعمل فبس أنت علمني في البداية دربني كيف أسوي و كيف أشتغل و ما عليك ديبك أنا ديبك تركني بس لحالي وأنا إن شاء الله رح أجي أساوي و رح أعمل وهذا اللي أنا رح أوصلك لإله و بإذن الله تعالى كونوا عقدر المسئولية خليك أنت تكون زلمة و خليك تكون أنت أصيلة بنت أصول وترفعوا رأس أهليكم وترفعوا رأس معلمينكم اللي هم دائما بفتخروا أنك أنت تكون أحسن منه أنا كأستاذ بفتخر أنك أنت تكون أحسن مني لأنني أنا علمتك و أعطيتك من العلم اللي ربنا وهبني فأنت لما أنا شوفك و وصلت لمرحلة أكتر مني بقول فلان أنا درسته بس هاي كلمة أنا درسته بفتخر فيها بقول أنا درسته هاي وصار طبيب صار مهندس بتروع عليه بتراجع بكرة في الحكومة أو في المستشفى اللي هو بداوم فيه بيحترمك و أنت بتحترمه فشعور كتير حلو شعور كتير 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 حلو يعني أنا قشعر بدن و أنا بحكي ربنا يوفقكم و ربنا يحميكم و إن شاء الله معا نحو العلامة الكاملة بإذن الله تعالى موسيقى 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 موسيقى